في سؤال بيقول يا مولانا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين مين دول؟ وهل السماء والأرض بتبكي على حد؟ اه السماء والأرض بتبكي على حد حد سأل سيدنا علي هذا السؤال فقال لقد سألتني سؤال ما سألنيه أحد من قبل انت عارف كل واحد فينا له يعني مصعد اعماله بتصعد به إلى الله سبحانه وتعالى في السموات العلا فعشان كده أعمالك طلع الصلاة والزكا والحج والصيام كل حاجة بتطلع فلما الواحد بيلقى الله سبحانه وتعالى خلاص الباب بيوصل ما فيش عمل بتطلع فعشان كده الملائكة اللي على الباب دي بتبكي عليك تبكي لانك كنت تعمر الأرض بذكر الله سبحانه وتعالى الملائكة طبعا الأرض بتبكي عليك لانك كنت بتعمرها بالطاعة وبتسع عليها وبتجري على ولادك وبتعرى القرآن وريح الجامع وجيم الجامع وبتدب على الأرض فعشان كده وكل واحد فينا خدوا بالحضراتكم ده كلام سيدنا علي بن عبي طالب بأن كل واحد فينا سجد في مكان لله سبحانه وتعالى يعني المكان اللي انت بتصلي فيه ربنا سبحانه وتعالى أو بتزجد فيه لله سبحانه وتعالى هذا المكان يبكيك لمدة أربعين ليلة أربعين ليلة المكان اللي حضرتك سجدت فيه لله سبحانه وتعالى بيبكيك ليلة أنك كنت تعمر الأرض بذكر الله سبحانه وتعالى وكنت تعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى عشان كده الأرض بتبكي عليك ربنا فما بكت عليهم السماء والأرض يعني الملائكة الذين هم على الأرض وكذلك أيضا الملائكة الذين هم على أبواب السماء يدعون الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي يعمل أعمالا صالحة فإذا ما مات بكته السماء وبكته الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير